والقاعدة في أصول الفق تقول الدليل إن طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال وهذه الاحتمالات التي أذكرها هنا في الحقيقة قريبة لا يمكنني أن أترك النهي مع وجودها ومع قوتها لذلك نقول إنه ليس هناك إقرار على مخالفة النهي ليس هناك إدخال لخاطب على خاطب آخر بل يبقى النهي على عمومه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأيها المشاهدون والمستمعون أحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا هذا في هذا اليوم المبارك العاشر من شهر ذي القعدة من عام 42 و 400 و 1000 للهجرة الذي يوافقه الحادي والعشرون من الشهر السادس من عام 21 و 2000 للميلاد ومع درسنا هذا الخامس والخمسين بعد المئة في شرح كتاب جوهر النظام للإمام السالمي رحمه الله تعالى إن كنتم تذكرون إخوتي أننا في الدرس الماضي قلنا إن الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب باب عقد التزويق وشروطه جاء رحمه الله تعالى فيه بقضية واحدة في باب الخطبة وهي قضية الخطبة على خطبة الرجل أو على خطبة أخيه كما جاء في بعض الروايات في هذه المسألة نفسها هناك أحاديث عدة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إننا نختم شرح الأبيات بكلام الإمام بذكر الأحاديث التي جاءت في هذا السياق وذكرنا فيها حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ابن عمر وفي هذه الأحاديث الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يخطب على خطبة أخيه وفي الحديث الرابع والخامس بروايتين قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة بن تقيس رضي الله تعالى عنها مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن هذه الاستشارة هي التي عرضتها قبل ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كانت هذه المرأة معتدة من طلاق قبل ذلك قبل أن تأتيه مستشيرة قال لها لا تعجلين بنفسك أي أنك لا تتصرف من تلقاء نفسك وإنما استشيريني في الرجل الذي ستتزوجينه من بعد فالمرأة امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت إليه وقالت له إنه تقدم لها فلان وفلان وفلان كما أخذنا من الأحاديث السابقة هذا الحديث ذاته أو هذه الواقعة سواء كانت من رواية بن عباس أم كانت من رواية فاطمة بن تقيس نفسها فيها أحكام لأن في هذا الحديث قد يظهر من سياقه أن هناك خطبة على الخطبة لذلك قلنا قبل أن ننهي كلام الإمام رحمه الله تعالى سنعرج على هذه الأحاديث نستنبط منها الأحكام في درسنا الماضي الرابع والخمسين بعد المئة يسر الله تعالى لنا فذكرنا خمسة أحكام تتعلق بهذه الأحاديث اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نسأل الله تعالى فتحه ونصره وهدى سنذكر ما بقي من الأحكام التي يمكن أن نستنبطها من الأحاديث التي سردناها في درسنا الماضي وصلنا أنهينا الحكم الخامس ووصلنا بتيسير الله تعالى إلى الحكم السادس هذه الأحاديث جاء النص فيها لا يخطب أحدكم على خطبة أخي جاء في بعض الروايات لا يخطب الرجل على خطبة أخي هكذا الحديث جاءت لا يخطب أحدكم على خطبة أخي أو لا يخطب الرجل على خطبة أخي نحن نريد أن نستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث مباشرة في الحديث لا يخطب أحدكم لننظر أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون إلى قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم أحد هنا كما ترون هي مرفوعة بسرر الفاعلية فهي فاعل للفعل يخطب أحدكم هنا لم يخصص فيها النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المسلمين لم يقل لا يخطب محمد أو زيد أو عمر أو غيرهما على خطبة أخي وإنما قال أحدكم أحده اسم جنس وقد أضيفت إلى ضمير الجمعكم هذا ضمير الجمع يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلمين فلذلك كأن هذه العبارة تقول لا يخطب أحد من المسلمين أو لا يخطب كل مسلم على خطبة أخي فالنهي هنا عام فلذلك كل الأشخاص الذين هم مخاطبون بالشريعة يدخلون في هذا الحديث فكلهم منهيون جملة واحدة على سبيل الشمول عن أن يخطب الواحد منهم على خطبة أخي لذلك فكل أحد في المجتمع المسلم منهي عن أن يخطب على خطبة أخي نحن نعلم أن الأصل في الأحكام الشرعية أنها ليست خاصة بالرجال هناك أحكام خاصة بالرجال لكن الأصل العام فيها أن الله تعالى حينما يكلف بالأحكام يكلف بها الرجال والنساء معا لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح النساء شقائق الرجال فكلهم من ذكر أو أنثى كلهم مخاطب بأن يقوم بالعبادات إلا أن يدل الدليل على أن هذا الحكم خاص بالرجال أو بالنساء لذلك نقول إن هذا الحديث حينما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخي هو بمعنى لا يخطب كل رجل على خطبة أخي وفي العبارة ذاتها لا تخطب امرأة على خطبة أختها فكلهم مشمولون بهذا النص فإذن لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخي سواء كان من الرجال أم كان من النساء الواقع الآن الواقع أن الرجل هو الذي يتقدم للخطبة قلنا إن هذا هو الواقع وهو الذي عليه الأكثر من الناس أن الرجل في كل المجتمعات المجتمعات المسلمة وغير المسلمة الواقع أن الرجل هو الذي يخطب هو الذي يتقدم لخطبة المرأة لذلك جاء في بعض الروايات الصحيحة كرواية ابن عمر التي ذكرناها قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخي حتى يترك الخاطب أو يأدم إذن هذا معنى أن الحديث ذكر فردا وذكر الرجال لكون الغالب من الخاطبين هم الرجال ولكن إن كانت هناك امرأة خطبت رجلا مثلا كما سنبين بإذن الله تعالى فهي منهية عن أن تخطب على خطبة أخي إن كان أختها إن كان يعلم من حال هذا الرجل أنه لا يريد إلا واحدا إذن هذا هو الأصل العام أن الرجل هو الذي يتقدم كما قال كما في قصة شعيب أبي زوج موسى عليه السلام فربنا سبحانه وتعالى يقول حاكيا عنه موسى عليه السلام لم يتقدم لخطبة المرأة ابنة شعيب الرجل الصالح وإنما الرجل الصالح هو الذي تقدم بعد أن ذكرت له ابنته موسى عليه السلام وخلقه وعفافة قال له قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدوني إن شاء الله من الصالحين إذن هنا الرجل هو الذي تقدم للخطبة لذلك فأحدكم هنا ما دام من الممكن أن يتقدم الرجل أن تتقدم المرأة أن يتقدم وليها للخطبة إذن لا يخطب أحدكم على خطبة أخي يتشمل الرجال والنساء على حان سوى فالنساء أيضا منهيات عن أن تخطب المرأة على خطبة أختها وهكذا وليها أيضا في هذا الحديث في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخي قلنا إنه إن كان من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فهو جار المجرى الغالب لكن تدخل النساء في الحديث الآخر لا يخطب أحدكم على خطبة أخي وقد تدخل النساء إن قلنا إن هذا لا يشمل الرجال تدخل النساء من باب العل والسبب الذي شرع من أجله الحكم فلذلك تدخل بسبب القياس المساوي أو عموم العلة ومن هنا نقول إن ولي المرأة منهي عن خطبة رجل يعلم من الحال أنه خطبته امرأة أخرى ويعلم من الحال أيضا والظروف أو العرف العام هناك بلدان لا يسمح فيها بالتعدد أي أن رجل لا يتزوج إلا واحدة فإن كان يعلم من الحال أنه خطب امرأة فلا يشرع لامرأة أخرى أن تتقدم لخطبته أن تعرض عليه لأنه خطب امرأة أخرى فلذلك ستدخل في هذا النهي وهكذا وليها أيضا كما ذكرنا في قصة شعيب بزوج موسى عليه السلام إذن نحن سننظر إلى الحال وإلى الظروف في بعض الأحيان بعض القوانين تلزم بالزوجة الواحدة وخطب واحدة إذن لا يجوز لامرأة أخرى أن تخطب هذا الرجل لأنها ستشق على أختها سيكون هناك نزاع وخلاف هناك أشخاص يعلم من حالهم قد يكون من تصريحهم أنه لا يريد إلا واحدة فإذن هذه أيضا من هي إن كان يعلم من الحال أن هذا الرجل يريد أكثر من واحدة فهنا يمكن لأن الرجل يباح له شرعا من حيث الأصل أن يتزوج أربعة من النساء قد يكون هناك من الرجال من استكمل الأربع عنده ثلاث واستكمل الرابع وأراد أن يكمل الرابع فخطب واحدة فهنا أيضا لا يصح أن يخطب أن تخطب هذا الرجل أمرأة أو أن يخطبه وليها لذلك لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يشمل الرجال والنساء وفي حال النساء نحن نعلم أنها قد لا تخطب بنفسها وإنما الذي يخطب وليه وإنما الذي يخطب وليها فلذلك هو يدخل في هذا الحكم أيضا إذن الحكم الأول الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم يشمل الرجال والنساء الأصل في الرجال أنه لا يخطب على خطبة رجل آخر كذلك المرأة إن كان هذا الرجل مخطوب من قبل امرأة إن كان يريد الزواج بواحدة والظروف تقول إنه لا يمكن أن يتزوج أكثر من واحدة قد يكون هناك سنأخذ بإذن الله سبحانه وتعالى من بعد هذا الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قلنا إن كانت خطبة الأخ محرمة كما ذكرنا من قبل هنا لا مانع من الخطبة عليها فأحدكم هنا لشمول الرجال ولشمول النساء ولشمول كل مجتمع قد يكون الطرف الآخر عرض بخطبة المرأة سنأخذ أن المرأة المعتدة من وفاة يصح التعريض لها التعريض معنى أن يلمح لإرادته الزواج ولكن بألفاظ غير صريحة كأن يقول مثلا المرأة سعيد من يقترن بك سعيد من يتزوجك أو ذو حظ من يتزوجك ونحو ذلك من العبارة هذا تعريض لذلك إن عرض إنسان على معتدة ولم يتقدم لها رسميا فبعد فروجها من العدة يمكن لغيره أن يتقدم لها لأن التعريض للخطبة ليس خطبة كما سنبين بإذن الله تعالى من بعده هذا الحكم السادس إذن لا يخطب أحدهم هنا الخطاب لكل المسلمين لكل المؤمنين الرجال والنساء الكبار والصغار كلهم مؤاخذون بهذا الحكم فلا يصح لهم أن يخطبوا الحكم السابع هنا قلنا أحدكم فيها عموم فكل الأشخاص المسلمين منهيون عن أن يخطب الواحد منهم على خطبة أخي كلهم بسبب كلمة أحدكم هذا نسمي يسمونه في وصول الفقه هذا عموم أشخاص أي كل الأفراد يعمهم هذا الحكم إذا كان كل الأفراد يعمهم هذا الحكم فمعنا ذلك علينا أن نتصور شيئا الأفراد الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والموجودون في زمننا هذا والذين سيوجدون من بعد هؤلاء كلهم مكلفون بالالتزام بأحكام شريعة الإسلام لذلك سنخول إنه إن كان هذا العام في كل الأشخاص إن كان كل المسلمين مخاطبين بهذا النهي فمعنا ذلك أن هذا العام أن هذا النهي في الأشخاص وعام في الأشخاص وعام في الأزمان أيضا فالأزمان السابقة والموجودة الآن والتي ستأتي من بعد هؤلاء الأفراد كلهم منهيون لا يوجد هناك زمان دون آخر يمكن لإنسان أن يخطب فيه على خطبة أخيه هكذا أيضا الأماكن الشرع وربنا سبحانه وتعالى حينما بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه رحمة للعالمين العالمون هنا الإنس والجن والإنس هنا في كل ظروفهم وفي كل أماكنهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للأحمر والأسور والأبيض لغير ذلك لكل العالمين إلى الإنس وإلى الجن لذلك سنقول هنا إن هنا عموما في الأشخاص بينته بفضل الله وإن هنا عموما في الأزمان بينته وإن هنا عموما في الأماكن فالمسلمون الموجودون في ديارنا هنا منهيون عن أن يخطب الواحد منهم على خطبة أخيه المسلمون الموجودون أيضا في أي بلد بلدان العالم منهيون عن أن يخطب الواحد منهم على خطبة أخيه أيضا إذا جئنا إلى الجانب الآخر من كان في البر أو في البحر أو في السماء هذه الأحكام كلها تشمل هؤلاء لأن هذا الحديث يقول لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يستثنى أحد من هؤلاء من هذا الحكم لأن الشرع عامنا قال أحدكم أي أحد المسلمين لم يقل لا يخطب الموجودون في مكة أو في المدينة أو في عمان أو لا يخطب الموجودون في البر أو لا يخطب الموجودون في الجزيرة فلذلك هو عام في الأشخاص عام في الأزمان عام في الأماكن إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها هذا الحكم السابع إذن الحكم السادس عموم الأشخاص ويخاطب به الرجال والنساء عموم الأزمان وعموم الأماكن الأحاديث كلها أيضا هذا الحكم ذكرناه من قبل والثامن أنها قيدته بالإذن من الخاطب قلنا إن هذا الأمر لأجل مصلحة الخاطب المراعى فيه مصلحة الخاطب لذلك إن أذن الخاطب قالنا لا أحرج عليه لأنه لا يرار تغيير قلبه قال لا إشكال عندي إن شئت أن تخطب على خطبتي فنقول هنا لا أحرج بإذن الله تعالى لذلك هذا النهي الذي جاء فيه في حديث أبي سعيد الخدري عند الربيع رحمه الله تعالى قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لكن الحديث الآخر قيده وقال حتى يترك الخاطب أو حتى يأذن إذن هنا الخطبة على الخطبة قد تباح شرعا إن كان هناك إذن من الخاطب الأول إن كان هناك رضا أو ترك من الخاطب الأول وهذا شرحناه من قبل في الدروس الأولى كذلك إن كان هو تاركا على حسب ما تفيده الظروف والأعراف وشرحناه أيضا من قبل كذلك أيضا إن كان هذا الإنسان الخاطب حينما أذن لا بد من أن نقيد إذنه هذا أنه يكون مختارا في إذنه وهناك من الناس من يريد أن يخطب امرأة وعنده سلطة وصولجان على الآخرين بأي شيء من الأشياء فحينما يأذن له الطرف الآخر يأذن له خوفا أو حياءا هذا لا يسوء لماذا؟ لأن المحذور لا يرتفع ستبقى الكراهية سيبقى الخلاف وسيبقى النزاع بينهم لذلك نقول إن هذا الإذن الذي لا يكون عن رضا وعن إرادة حرة نزيهة في الباطن هو لا يعد إذنا كذلك أيضا ربما لم تقيده النصوص الشرعية لم يذكر نصا هكذا في الأحاديث لكن لا بد من أن نقيد الأمر أن لا يكون هذا الشخص الخاطب قد رد من قبل المرأة ونعقد الزواج لا ينعقد إلا أن تأذن المرأة وترضى فإذا كان هذا الخاطب الذي تقدم لخطبة المرأة المرأة نفسها ردته تصريحا وقالت له يا فلان أنت خطبتني وأنا لا أريدك لا أريد أن أتزوجك هذا الرد معنى أنه فقط حقه حقه وأن لا يزاحم لكن الأمر في آخره يبقى للمرأة هي التي تقرر إن شاءت الزواج وإن شاءت أن لا تتزوج لذلك إن ردته المرأة هنا ينتهي النهي عن القطبة على خطبته ويباع للآخرين أن يخطبوا إن سكتت المرأة ولم ترد نقول سكوت المرأة علامة على الموافقة والقبول فصمتها كما قال الإمام رحمه الله في مدارج الكمال يقول فصمتها وضحتها دليل على رضاها وكذا العويل لأنه يمكنها أن تنكر إن لم تكن تريده وتظهر فالمرأة إن سكتت يبقى النهي إن لم ترد عليه ردا نهائيا لا نريدك لا نريد أن نزوجك فنقول إنه يبقى النهي وهكذا البكر إن سكتت فالنهي يبقى أن يخطب إنسان على خطبة هذا ولا يمكن نقول لا يمكن إلا أن يكون هناك تصريح برفض هذا الإنسان حتى يجوز للآخرين أن يخطبوا على خطبته إذن هذا حكم آخر وهو أن النهي ينتهي إن رفض الإنسان تكلمنا من قبل عن الإذن والترك واليوم نضيف إليه إن رفض هذا الإنسان المتقدم من قبل المرأة التي أراد خطبتها فإن رفض في هذه الحالة نقول يمكن للأشخاص الآخرين أن يخطبوا لأنه ارتفع عن نهيه وهذا الرجل لا يراد لأن المرأة رفضته هذا هو الحكم الثامن الحكم التاسع ربما سنطيل فيه خليلا نقول فيه الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه لا يخطب أحدكم كل هنا عموم أشخاص كل الأشخاص عليهم أن لا يخطبوا على خطبة أخيه أخيه هذه فيها عموم أيضا فكل المسلمين لا يجوز لكل المسلمين أن يخطبوا على خطبة كل المسلمين فكلمة أخيه هنا عامة في الأشخاص عامة في الأزمان عامة في الأماكن عامة في البقاء هذه كلمة أخيه طيب الأحوال هل هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يخطب على خطبة أخيه هل خيد الأخ بوصم الأوصاف هل قال إن كان الأخ الثاني صالحا فلا يخطب على خطبته أو هل قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الصالح لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الذي هو أكبر منه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الذي هو في عمره مثلا لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه الشحيح لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ذي الخلق السيء الحديث لم يذكر هذا كله وإنما قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه العموم في الأشخاص يستلزي عموما في الأحوال لذلك كل هؤلاء الذين ذكرتهم لا يجوز للإلسان أن يخطب على خطبتهم هذا هو الظاهر لأن الشرع في حقيقته لم يميز بين هذا وذاك هذا أمر من ناحية من ناحية أخرى لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هل هذا الأخ خطبة أخي تقدم ما هي الخطبة؟ الخطبة هي إبداء الرغبة في الزواج أريد أن تزوجك أريد أن تزوج ابنتك هذه خطبة هل رفض هذا الإنسان؟ هل رد عليه صراحة بالقبول أو لم يرد عليه بالقبول الحديث لم يتطرق لهذا لا يخطب على خطبة أخي والخطبة تنتهي برفضها لكن إن لم يرفض هذا الإنسان قد يكون هذا الإنسان مقبولا رد عليه بالقبول يا فلان نحن وافقنا وقد يحدد المهر بينهم وفي أحيان قد يجاب بغير الصراحة أننا قبلناك أو أننا قبلناك بالصراحة ولكن لم يحددوا صداقا وفي أحيان هناك إشارات لأنه سيقبل لكن لم يصرح له بالقبول وفي أحيان هذا الإنسان لم ليست هناك أي إشارة لقبوله ولا لرفضه إن رفض هذا الإنسان قلنا إنه يصح للآقارين أن يقبلون هذه الأحوال كلها تجعلنا يمكن أن نقسم الذي يتقدم للخطبة أن نقسم حالته إلى مراتب معينة نقول المرتبة الأولى الخطبة على خطبة من أجيب صراحة بالقبول وقد يكونون حددوا المهر يعني في أحيان الخطبة تجتمع الأسرتان وهذا الاجتماع بين الأسرتين يحدد معه المهر وافقوا بهم نحن قبلنا بهذا التزويق وحددوا المهر إذن هنا هل يجوز لشخص آخر أن يخطب على خطبته كل الفقهاء فيما يظهر الذين يقولون بحرمة الخطبة على الخطبة يقولون لا يجوز لأنهم توافقوا صراحة وقبلوا هذا الإنسان فأي إضرار بهذا المتقدم والخاطب أكبر من هذا هذا الإنسان جاء وصرحوا قالوا له إننا قبلناك أي أهل المرأة أو المرأة قالت له إنني قبلتك وفوق ذلك هم قد حددوا المهر ما بقي إلا أن يعقدوا عقد الزوائق فلماذا يرقل هذا بينهم هذه الرتبة من الخطبة على خطبة الأخ محرمة لا يجوز للإنسان أن يتقدم لخطبة مثل هذه المرأة الثانية قد يقولون له إننا قبلناك وهذا نعلمه نحن الآن حيث الواقع يتقدم الإنسان لخطبة امرأة وهذه المرأة التي يتقدم لخطبتها يرد عليه أهلها بوسائلهم أننا قبلناك فتعال لنحدد المهر تعال للجلسة التي يشتركون فيها يبينون الشروط أي أننا قبلناك مبدئيا دون أن يحددوا صداقا هذه الخطبة أيضا هذه المرحلة لا تجيز للآخرين أن يخطبوا على خطبة هذا الإنسان على رأي جماهير الفقه هذا الصوام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب على خطبة أخيه لم يقل على أخيه الذي وافقوه أحددوا المهرأ ولم يقل على أخيه الذي وافقوه فقط ولم يقل على خطبة أخيه وهذه تسمى خطبة فلذلك هذه الأحوال كلها ستعم بسبب عموم الأشخاص في أحيان رتبة ثالثة يكون الإنسان قد قبل ضمنا لكنه لم يقبل صراحة لم يقول له إننا قبلنا خطبتك وإنما طيب إن شاء الله هذه فيها قبول ضمني إشارات معينة تمثل قبولا ضمنيا هل تجوز الخطبة على خطبة هذا؟ نقول أيضا لا تجوز لأنه يصح فيه النهي لا يخطب أخيه ومعنا خطبة أخيه وهذه خطبة للأخ فكيف يجوز للآخرين أن يخطبوا على خطبته؟ ولذلك نقول إن هذه أيضا لا تجوز لا يجوز للآخرين أن يخطبوا على خطبة هذا الإنسان إذن هذه مراتب ثلاث لا بد من أن نتبينها ونحن سنقول وسنقرر بإذن الله أنه بمجرد أن يعلم إنسان عن أخيه أنه تقدم لخطبة امرأة فإنه لا يجوز له أن يتقدم لخطبتها سواء أكان أهلها قد ردوا عليه بالقبول أم أنهم سكتوا لا يجوز له أن يتقدم لخطبة هذه لأن هذا الأمر في حقيقته إذا جينا إليه في حقيقته ويدخل الضرر يدخل المشقة على الآخرين ومن هنا نقول إنه لا يجوز أن يخطب على خطبته كذلك قد يكون الأمر أكثر هناك تطور كما قلنا أخذناه هناك تدرج أخذناه في ثلاث مراحل هناك مرحلة نقول في أحيان يتقدم شخص لخطبة فتى وهذا القرار جديد عليهم لا يعرفون هذا الرجل ولا يعرفون مداخله ومخارجه فهم لم يقبلوه لم يصرحوا له بالقبول فضلا عن أن يحددوا مهرا كما أنهم لم يردوا عليه بشيء لا بقبول صريح ولا ضمني وهم لا يزالون يبحثون ويستشيرون الآخرين في هذا الإنسان هذه المرحلة هل يجوز لطرف ثاني لتقدم لخطبة الفتى في أحيان الإنسان يريد المرأة ويظن في نفسه أنه لن يتزوجها أحد سواء فيفاجأ أنه تقدم إليها شخص آخر الشخص الآخر قد يكون غير معروف لأهل المرأة ولا للمرأة فهم يبحثون عنه فيأتي هذا الإنسان حتى يتدارك الأمر ويتقدم يدخل نفسه ليكون خاطبا ثانيا هل هذا يجوز أو لا هذه القضية اختلف فيها الفقهات حقيقة الأمر الراجح أنه لا يجوز التقدم لخطبة هذه المرأة لا يجوز التقدم لخطبة هذه المرأة بسبب أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يخطب على خطبة أخي لم يقل على أخي الذي وافقوا أو الذي قبلوه أو الذي ركنوا إليه أنه قال على خطبة أخي فالعموم في الأشخاص يستلزم عموم في الأحوال كل هذه الأحوال داخلة في النهي هذا هو الراجح هذا هو الصباب هناك بعض أهل العلم قالوا إنه إن لم يكن هناك ركون إن لم يكن هناك ركون للشخص الخاطب فلا حرج أن يتقدم شخص ثاني وثالث ورابع لخطبة هذه المرأة في المثال الذي ذكرته لكم هذا الرجل لا يعرفونه والأمر غريب عليهم فهم في مرحلة البحث لم يركنوا إليه بمعنى أنهم لم يميلوا إليه لم يردوا عليه بالقبول لم يوافقوه وإنما هم لا يزالون في مرحلة البحث هذا لم يركنوا إليه بعض الفقهاء يقولون إنه يجوز لآخرا يدخل نفسه وأن يخطب هذه المرأة وهؤلاء استدلوا بظاهر حديث فاطمة بن قيس وذلك أن في حديث فاطمة بن قيس إذا جينا إلى الرواية التي رواها بن عباس في مستد الإمام الربيع ظاهرها يقول إنه تقدم لهذه المرأة رجلان معاوي بن أبي سفيان وأبو الجهم بن هشام تقدم لخطبة هذه المرأة إذن اجتمع رجلان والرسول صلى الله عليه وسلم قال لها إن كحي أسامة تزوجي أسامة إذن أضاف صلى الله عليه وسلم رجلا ثالثا كأن النبي صلى الله عليه وسلم على منطق هؤلاء الفقهاء يقول كأنه يخطب هذه المرأة مع علمه أن هناك خاطبين تقدمها تقدم أسامة بن زيد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فاطمة بن تقيس قد ركنت لأحدهما فأضاف ثالثا لذلك أخذ بعض الفقهاء من هذه القضية أمرا هو أنه يصح أن يتقدم شخص ثاني على خطبة أخيه إن كان الأول لم يخطب على خطبته بعضهم قال شيئا آخر قال إنه يصح للشخص الثاني أن يتقدم لخطبة المرأة إن كان الشخص الثاني أكثر ديانة وأكثر حرصا على المرأة وأكثر حرصا على مصلحتها أخذوه من هذا الحديث فاطمة بن تقيس حينما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة قالت له إنه جاءها معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم ابن هشام وأضاف أسامة بن زيد فقال لها صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال لديه بمعنى أن أسامة عنده أموال هذا ستتعبين معه لأن الزواج الرجل هو الذي ينفق على المرأة هكذا هو الشرب فإن كان الرجل ليس ذا مال فيمكن للمرأة أن تجعل هذا كما شرحناه من قبل أن تجعل هذا الرجل اختيارا أدنى من شخص آخر إن تساويا في دينهما من شخص آخر عنده وفرة مالية فقال لها لا مال لديه وفي رواية رجل ترب ترب لا مال لديه فقير هذا أمر وأما أبو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع العصى عن عاتقه ولكن أسامة تزوجي أسامة إذن خطبها قالوا لأن أسامة على هذا الحديث وأكثر ديانة من هذين الرجلين فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها لذلك قال هؤلاء إنه يجوز التقدم للمرأة إن كان المتقدم الخاطب الثاني أكثر ديانة من الخاطب الأول وذهب إلى هذا بعض علمائنا منهم الشيخ أحمد بن سعيد الخليلي رحمه الله تعالى في فتاوى أرجح هذا الرأي إذن الآن هؤلاء يستدلوا بهذا لكن نقول إن الأوجه والأقرب إن الأوجه والأقرب إلى الصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخي وإن كان الأخ لم يقبل أو لم يركن إليه وإن كان الأخ أقل ديانة لماذا؟ لأن الشرع جاء وقال على خطبة أخيه فعمم الأحوال أحوال الأخ من حيث الديانة ومن حيث الركون وغير ذلك أما حديث فاطمة بنت قيس فالرواية الصريحة التي ترويها فاطمة نفسها تقول إنه تقدم لها الثلاثة مرة واحدة وحينما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان الثلاثة متقدمين لها يقول إنه تقدم لها معاوية وأبو الجهم وكذلك أسامة بن زيد هؤلاء الثلاثة مع أن أسامة بن زيد أنا صغيرا في ذلك الوقت أحسب أن أسامة في وقت هذا الحديث قد يكون عمره في حدود الخامس عشر ولكنهم رجال كانوا رجال في هذا السن وكانوا رجالا لأنهم ربوا على أن يكونوا رجالا لذلك لم يكن غريبا أن يذهب أسامة إلى الغزو وهو في مثل هذا السن بعد عام أو عامين من هذا العمر ذهب إلى الغزو إذن هؤلاء الثلاثة كلهم تقدموا تصرح فاطمة بن تقيس بهذا أنهم كلهم تقدموا طيب هؤلاء الذين تقدموا لخطبتها الحديث ما قال ما بين أيهم تقدم أولا هل تقدم أبو الجهم هل تقدم معاوية هل تقدم أسامة هذه الروايات كلها لا تبيم إذن سنخدم رواية فاطمة بن تقيس في هذا الحديث ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقترح أسامة وإنما أسامة تقدم بنفسه إذن ليست هناك خطبة على خطبة أخي لأن فاطمة تقول إنه تقدم أولئك الثلاثة ولكنها أكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أسامة بن زين فلذلك هذه رواية ناطقة ومفصلة ومبينة أكثر فنحن سنقدمها على الرواية التي ليس فيها هذا البيان فضلا عن أن هذه الرواية هي رواية صاحبة القصة فاطمة بن تقيس فاطمة بن تقيس هي التي روت أن الثلاثة تتقدم أول الأمر وأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه إلا أنه أشار عليها أو رجح أسامة بن زيد لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخطب على خطبة الأخ أو لم يشر عليها أو لم يتقدم لخطبتها لأسامة مع علمه بخطبة السابقين إذن نقول الثلاثة كلهم تقدموا من هنا فوجه الاستدلال بالحديث سيضعف بهذا ثم إن هذه الروايات هي قالت تقدم لها أبو الجهم وتقدم لها معاوية وتقدم لها أسامة هذه الروايات كلها حينما ننظر إليها سنجد أنها لم تميز هل تقدم هؤلاء والواحد منهم يعلم بخطمة الآخر هل تقدموا في وقت واحد قد يرسل إليها هم علموا أن فاطمة بن تقيس فرغت من عدتها فقد يكونون تقدموا إليها وهؤلاء أحدهم في هذا التقدم لا يعلم عن خطبة الآخرين وما دام لا يعلم عن خطبة الآخرين ذكرنا من قبل الحكم الأول أو الثاني قلنا إن عدم علمه بهذا التقدم معناه أم أنه يجوز له أن يتقدم لأنه لا يعلم عن تقدم أخي فقد يكون كل واحد من هؤلاء الثلاثة لم يعلم بتقدم الآخر لخطبة فاطمة بنت قيس وما دام لم يعلم بتقدم الآخر لخطبة فاطمة بنت قيس فمعنى ذلك أنه لا حرد إذن نحن كيف سنستدل أن كل واحد تقدم لخطبتها مع علمه بخطبة الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم أخره إذن قد لا يعلم هذا قد يرسل أحدا هذا بالرسالة هذا يكلمه مباشرة لذلك نقول الأصل في المسلمين السلامة فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء نميزهم عن غيرهم فنقول إنهم لا يعلمون والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر خطبة عن خطبة الأخ بقدر ما أن هؤلاء يجتمعون في حال الاجتماع ترتفع الأحكام ولا حرج على الإنسان إن كان لا يعلم إذن هذا الاحتمال وهو أنهم لا يعلمون لا يمكننا معه أن نستدل بالروايات التي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خطبة أحدهم على خطبة أخيه والقاعدة في أصول الفق تقول الدليل إن طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال وهذه الاحتمالات التي أذكرها هنا في الحقيقة هي قريبة لا يمكنني أن أترك النهي مع وجودها ومع قوتها لذلك أقول إنه ليس هناك إقرار على مخالفة النهي ليس هناك إدخال لخاطب على خاطب آخر بل يبقى النهي على عمومه يشمل كل أحوال الخاطب سواء أجيب الخاطب أم لم يجب إن لم يكن هناك رفض ولا رد ولا رضا منه أو إذن وسواء ركن إليه أم لم يركن إليه لأن الحديث لم يذكر شيئا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حينما قال لها ولكن أسامة ليس هو في حقيقته سوى ترجيح لواحد من الثلاثة بعد أن عرضت عليه فاطمة بنت قيس هؤلاء الثلاثة لذا قال تزوجي أسامة ففاطمة رفضت في بعض الروايات الصحيحة قال لها ولكن أسامة فقالت له أسامة لا لا أي لا أريد أسامة لا تريده أسامة لأمور ثم تقول بعد ذلك قال لها صلى الله عليه وسلم إن طاعة الله تعالى ورسوله خير لك فتزوجته تقول إنها اغتبطت بعد أن تزوجت أسامة بن زين إذن الآن في هذا الحديث المرأة التي تقدم لها هؤلاء الثلاثة لا يفيد دليل من هذه الأدلة أنه يجوز للإنسان يخطف على خطبة أخيه لأن عموم الأشخاص يفيد عموم الأحوال يفيد عموم الأزمان يفيد عموم الأماكن يفيد عموم البقاء ذكرنا من قبل أننا قد نفهم هذا الأمر من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن شئت بعدما فرغت حفصة بنت عمر من عدتها عدة الوفاة لأن زوجها توفي استشهد فقال أبو بكر لعمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إن شئت يا أبا بكر زوجتك حفصة بنت عمر فأبو بكر رضي الله تعالى عن أبي بكر صمت ولم ينطق بشيء ولم يرد على عمر بن الخطاب حتى أن عمر بن الخطاب أخذ في خاطره على أبي بكر كأنه يقول يعني هؤلاء هذا الإنسان لم يقدر دعوة إلى ترد علي بنوافقة وعدم موافقة ما هي إلا ليالي وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبا حفصة بنت عمر فزوجه عمر بن الخطاب زوجه حفصة فأبو بكر هناك أفصح لعمر بن الخطاب قال له لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا فقال عمر قلت نعم فأبو بكر رد عليه قال له لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم أملتها هنا في هذا الحديث أبو بكر امتنع من الخطبة على الخطبة لمجرد أنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد حفصة بنت عمر بن الخطاب وهنا في هذا الحديث سبحان الله الإنسان لا يعلم أين يكون الخير عوض الله تعالى حفصة بنت عمر بأن تزوجت عوض الله حفصة بنت عمر بأن تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شرف عظيم لحفص أن تقترن برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن أباها عمر بن الخطاب كان يرى أنه يريدها لأبي بكر لفضله وغير ذلك لكن الله تعالى يعطي الإنسان ما لا يظن أو ما لا يتصور من الخير وقد يحرمه من خير قريب ليتدخر له خيرا كبيرا بعد ذلك إذن الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة صاهر النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب صاهر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أراد أن يترك لأجل أنه علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد خدمتها فكذلك نحن أيضا علينا أن نتصرف فيما بيننا لا داعي لأن يدخل الإنسان في نفسه البغضاء والعداوة حينما يسعى إلى أن يحرم إخوانه من شيء من حقوقهم هذا كله لا يصح هنا بعض أهل العلم كما قلت قالوا إنه حينما يركن ولكننا نقول إن هذا الأولى فيه أنه لا يقيد بهذا القيد بل الحديث نقول إنه عام في أحكامه كلها ولا يقيد بهذا بسبب الأوجه التي ذكرتها والله تعالى أعلم الحكم العاشر وهو حكم لعلنا أشرنا إليه من قبل وهو أن هذا النهي يشمل كل خطبة معتبرة شرعا وليست ملغاة وإن كانت الخطبة ملغاة شرعا أي لم يعتبرها الشرع فهنا في هذا الحال إننا نقول إنه لا مانع الإنسان أن يخطب لو أن محرما خطب محرمة فنقول إنه يصح لو خطب محرمة أو غير محرمة فإنه يصح له أن يصح لشخص آخر لمحل آخر أن يتقدم لخطبتها ولا حرج عليه في ذلك لأن المحرم الذي تقدم للخطبة هو في حقيقته واقع في النهي الشرعي نختم بالحكم الحادي عشر من هذه الأحاديث التي أخذناها الحكم الحادي عشر ننظر فيه إلى حديث فاطمة بنت قيس الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لفاطمة بنت قيس يعني هو رآها أنها تميل إلى أحد الرجلين معاوي بن أبي سفيان من سادة قريش كما نعلم وقد أصبح بعد ذلك حاكما كذلك أبو الجهم هو منهم أيضا أسامة بن زيد أدنى رتبة منهما فعلى هذا فاطمة ما كانت تريد أن تتزوج أسامة بن زيد كما شرحنا وبيناه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقنعها بالزواج من أسامة بن زيد بيّن لها السبب أنت يا فاطمة جئتي لأجل الاستشارة هل أتزوج أبو الجهم؟ هل أتزوج معاويه؟ هل أتزوج أسامة؟ فما دمت جئت لأجل الاستشارة ونحن نعلم أن المستشارة مؤتمن المستشار مؤتمن فجاء لأجل الاستشارة ويعلم من حال هؤلاء الرجال يعلم من ظروفهم ما هي أحوالهم؟ ما هي ظروفهم؟ وصف أبا الجهم أنه لا يضع العصى عن عاتقه أي أنه سيء الخلق في التعامل مع المرأة يضربها بعض العلماء يقولون لا يضع العصى عن عاتقه معناه أنه كثير الترحال هذا أيضا يؤذي المرأة أن يكون كثير الترحال لكن هذا التأويل بعيد لأن رواية أخرى تقول إنه ضراب للنساء وأما معاوية فقال في رواية ترب لا مال لديه أي أنه ماذا سينفق عليك؟ أما أسامة المفهوم هنا يفيد أن أسامة عنده من المال ما يكفيها أما أسامة لا يضرب النساء فلذلك بما أنها جاءت تستشير فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها الأصل معنا في القاعدة العامة أن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره لكن هذا الحديث يبي مدام الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأشخاص بصفات فيهم في موقف الاستشارة فإننا نقول ذكرك أخاك بما يكره إن لم يكن هناك موقف الاستشارة موقف الاستشارة يخصص ذلك النهي عن الغيبة في الاستشارة يقال إنه يجوز في حال الاستشارة يبين الإنسان خصال الطرف الآخر فإذا استشير إنسان في خاطب أو مخطوبة فعليا يصدق ولو بذكر المساوي وهذا لا يكون من الغيبة المحرمة بل ذلك من يعد من النصيحة والتحذير مدام الطرف الآخر جاء مستشيرا كما فعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث تميم الداري جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم وهكذا حديث جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم وأراد أن ينصحها لن ينفعها شيئا أن يسكت عنها وأن تقع بعد ذلك مع رجل بخيله والآن ذكر لها الصفات إن شاءت هي بعد ذلك أن تتزوجه وأن تتحمل هذه الصفات فالأمر إليها لكن هي الآن مع أنها جاءت مستشيرة إذن هنا لا حرج على الشخص الذي ينصح ولا يسمى هذا الإنسان مغتابا لكن هنا علينا أن ننظر إلى شيء وأن نميز بين النصح وبين السير مع هوى النفس الغيبة محرمة والنصح للمسلم واجب المقصود أن يصرف هذا المسلم عن الزواج وعن أن يصل إلى ما فيه أذان فلذلك نقول دائما في حال هذه المفاسد أن الضرورة نقول الضرورة تقدر بقدرها فإن كان قدح الطرف الآخر لأجل التحذير لا يتم النصح فيه للشخص المنصوح إلا بالتصريح بالعيوب فهنا يجوز لذلك قال لها ضرب للنساء قال لها ترب لا مال لديه فهذا صرح لها لكن هناك من الناس من يفهم من الإشارة البعيدة كأن يسكت بعض الناس سكوتهم معروف أنه قدح في الطرف الآخر فعنه سكوت الإمام البخاري يقولون إنه كان من ورعه في حال الجرح والتعديل إنما يذكر له شخص متروك أو نحو ذلك يقول يسكت وقد يقول تركوا حديثة لا يقدعه بعض أهل العلمي أو بعض أهل الجرح والتعديل يقولون كذاب ودقال ولو كان عندي يعني كما يقول ابن معين في أحد الرواه سويد بن سعيد يقول لو كان عندي رمح وفرس لغزوت إلى آخر العبارات التي فيها قدح لكن الإمام البخاري كان من ورعه هذا الأمر لذلك نقول أيضا نوصي الشخص الذي ينصح إن استطعت أن توصل لرسالتك دون قدح ودون تشهير فهذا الواجب إن لم تستطع إلا أن تذكره بالنص الصريح فهذا لا حرج فيه في مثل هذا الحال لكن على أن تكون النية أن نصح للتفكه لا أن يذكر الشخص الآخر بعيوبه دون أن يكون هناك غرض صريح لا يمكن للإنسان أن يصل إليه الإمام رحمه الله تعالى في حال الأشخاص الذين هم مجاهرون بالمعاصي وكذا قال هؤلاء يجوز أن يذكرون كما قال رحمه الله ذكر رحمه الله تعالى بقول بعضهم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذري ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكرت إذن هذا من قبيل التحذير على هذه من قبيل التحذير والتعريف للآخرين فلذلك نقول إنه تقدر الضرورة بقدرها وننظر إلى الطرف الآخر الذي فيه الصفات السيئة فإن صرفنا هذا بعبارة من بعيد فهذا الواجب إن لم يمكن إلا بالصريح فلا حرج في ذلك لأن هذا سيكون من باب النصح للمسلمين وهذا النصح للمسلمين قد يكون في صفات سلبية وقد يكون في صفات قد يكون معتادة أنا أذكر في أحوال كثيرة يعرض شخص على امرأة أو تعرض امرأة على رجل وقد يذكرها قد يقال إن فلان قصير أو إن فلان قصير هذه طبائع نفوس نحن نستطيع أن نعلمها فلذلك الأصل في العيب بالقصر أنه من الغيبة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالته إحدى أزواجه عن فلان من أزواجه حسبك من فلان أنها قصيرة وقال لها صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته أي لأفسدته وقد ذكرت أنها قصيرة لكن هناك لا يوجد غرض سوى الغيرة بين النساء أما نحن هنا فنقول لا الحال يختلف إن كان هذا يريد في الطرف الآخر أن يكون مناسبا له في طوله أن لا يكون قصيرا قد تكون نفسه هكذا طبيعته لا تريد الطرف الآخر حينما يكون بصفات خلقية معينة هنا هذه تذكر أيضا ولا غيبة فيها ولكن بقدرها كما قلت فالضرورة تقدر بقدرها وهذا كله في حال القاطب إن جاء مستشيرا وكان عازما على الزواج نعم كان ليس بعازما على الزواج فإننا سنقول إن هذا لا تنتهك لأجله المحضورات ولا تنتهك لأجله المنهيات كما سيأتينا بإذن الله تعالى فيما بعد حينما نفصل في درسنا المقبل بأحكام النظر إلى المخطوبة هل يجوز الإنسان أن ينظر إلى المخطوبة أم لا يجوز وهل كل أحد يجوز له أن ينظر إلى المخطوبة أم هو الشخص العازم على الزواج لأن هناك نهيا عن النظر للمرأة الأجنبية فهذا الإنسان كيف ينظر إليها إن كان لا يريدها كذلك هنا أيضا إن كان لا يريد التقدم وإنما هم بمنزلة من يتفكهون في مجلسهم ونقول إنه لا يجوز القدح في الطرف الآخر لا يجوز ذكر مساوئه ما دام ذلك يصح فيه وصف الغيبة والغيبة أمر عظيم وكبيرة من الكبائر كما تعلمون هذه قلاصة أحد عشر حكما نأخذها من الأحاديث المذكورة وفي الدرس المقبل إن شاء الله تعالى سنأخذ بقية أحكام الخطبة التي لم يذكرها الإمام رحمه الله تعالى وربما نطيل فيها قليلا لكننا نريد الاستفادة ونبتغي أن يعلمنا الله تعالى شرعة وإلى هذا المقدار أستوجعكم الله الذي لا تضيع ودائعهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي المحرمات أو من هن المحرمات الموقعة من النساء في الزواج على قول إن هذا أمر قد ذكرناه من قبل محرمات مؤقتة هي الجمع بين المرأة وأختها الجمع بين المرأة وعمتها الجمع بين المرأة وخالتها ما أكثر من الأربع من النساء زوجة الغير هؤلاء محرمات على الإنسان ولكن حرمتهن مؤقتة هذا قد شرحناه من قبل تجدونه بإذن الله مفصلاً في كتابي لطائف الجوهر الجزء الأول شرح كتاب النكاح هل تقبل الصلاة في وقت نزول الدموع؟ أقصد في منتصف الصلاة بكيت الصلاة لا يؤثر عليها نزول الدموع فالدموع كانت من خشية الله سبحانه وتعالى للا تؤثر على الصلاة ولا تبطلها ولا يوجد دليل لا أعلم عن دليل شرعي يبطل الصلاة فلذلك الأصل صحتها والله تعالى أعلم هل يجب على من يريد خطبة امرأة أن يبحث إن كان هناك خاطب سبقه أو لا لا يجب عليه أن يبحث وإنما يكفيه العلم الظاهر لا يجب عليه أن يبحث وإنما يكفيه العلم الظاهر فإن كان لا يعلم من حاله أنه تقدم لها أحد فإنه يجوز له أن يتقدم لخطبتها لأننا إن قلنا إنه يجب عليه أن يبحث فهذا معنى أننا نكلف كل إنسان بالبحث أولا عن من يخطبون المرأة ثم بعد ذلك هل سيصل إليهم أم لا يصل إليهم لأن الأصل في الخطبة كما قلنا من قبل الأصل فيها أن تكون سرية هذا الأصل فيها أن تكون في الكتمان وأن لا تكون في الظهور والعلن بخلاف عقد الزواج فلذلك هذا هو المنصوص عليه أنه لا يجب عليه أن يبحث وإنما الأمر معلق بعلمه إن كان يعلم فلا يجوز له أن يتقدم وإن كان لا يعلم فكما بينا من قبل في الدرس الماضي يجوز له أن يتقدم ولا حرج عليه بإذن الله تعالى كانت هذه الأسئلة المتقدمة المعروضة وهي ثلاثة أسئلة آخرها هو الذي له علاقة بهذا الدرس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وفاقكم الله للخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته